اشتركوا في القناة وعيونهم تستدر الدموع وما بعد قول العيون كلا من أبرز الأشياء التي حرصت على ملاحظتها ومحاولة دراسة أسبابها في خلال زيارة ورحلة إلى هذه المجتمعات الإفريقية ما يتعلق بظاهرة اللباس والزيء كل الذين رصدوا تاريخ المجتمعات في العالم وعبر التاريخ عموما كانوا يرصدون اللباس وما يتعلق فيه فكل رحالة يتكلم عن اللباس يتكلم عن اللون عن الشكل عن نوعية هذا اللباس نوعية هذا القماش ولذلك حرصت على أن أحذو حذو أولئك الرحالة فخلال رحلة الإفريقية حاولت قدر المستطاع أن أرصد شيئا من اللباس في تلك البلاد ذهبت إلى مصر، إلى تونس، إلى المغرب، إلى موريتانيا، إلى السودان، إلى شرق إفريقيا، إلى بعض هذه الدول وجدت أن هناك اختلافا كثيرا في اللباس اللباس يشكل هوية لكل مجتمع وتختلف هذه الثياب من مجتمع لآخر لكن من أغرب الثياب التي رأيتها هذا الثوب الموريتاني الثوب الموريتاني ليس كالثوب الذي عندنا فصل في يوم وله مقاس معين يخص جسم الإنسان لا الثوب الموريتاني لابد أن يكون بعشرة أمتار بالنسبة للرجل يسمونه الدراعة والدراعة نحن كلمة نطلقها على ثياب النساء هم يطلقونها على ثوب الرجل ويكون مقاسها عشرة أمتار ترى أي اللباس الذي يمكن أن نقول إنه أصل اللباس في ذلك البلد الذي زرته الناس في الخليج يتفاخرون بالقطرة أو بالإشماغ إذا كانوا طولة أو مقاسها أربعة وستين أو ستين أو ثمانية وخمسين أو ستة وخمسين وأكبر رقم اللي يلبسونه عادة الناس ستين أو ثمانية وستين هذا الرقم الكبير لا شيء عند العرب في الجاهلية لا يلبسه عند العرب في الجاهلية إلا الفقراء العرب في الجاهلية إذا لبسوا العمامة لا يلبسونها إلا كما يلبسها السودانيون اليوم طول العمامة يدول على أن هذا الرجل من أحل الغنى واليسار والجاه والقدر الكبير أي اللباس الذي يمكن أن نقول قد طرأ لاحقا على ذلك البلد الذي زرته من الصعب أن أجزم أحيانا لأن اللباس يتغير باختلاف العادات والتقاليد والدين أحيانا لأن الدين له دور في اللباس اللباس في إفريقيا منظر من المناظر التي رأيتها في إفريقيا توجهنا إلى الشمال الغرب المغرب لنلتقي وجيها من وجهاء مدينة تطوان ومن من حكموا تطوان فترة من الزمن لما جئت تطوان وجدت من الأماكن التي تصلح للسكن وهي منتشرة في بعض المدن المغربية خاصة ذات البعد التراثي القديم وجدت ما يسمى عند أهل المغرب بالنزل وهو يختلف عندهم في التعبير بينهم وبين الفندق وإن كانت كلمة النزل والفندق واحدة النزل كلمة عربية والفندق يقولون يونانية الأصل وإن كانت ترجعوا إلى أصل عربي بعيد ما أنا بنزعجكم فيه المهم زرت هذا النزل نزل رياض دار أشعاش طبعا أشعاش هذه أسرة من أسر تطوان الشهيرة حكمت تطوان فترة من الزمن صاحب هذا الدار تحول عن داره وسكن بدار مجاورة وحول هذه الدار أو المنزل كما نسميه إلى مكان للنزل مكان للإقامة أهله تأهيلا كاملا وبلا مجاملة هذا المكان في تطوان من أجمل ما سكنت جمالا ونظافة وراحة وطعاما وهدوءا أهله مرحبا بشيخ جليل وهذه زيارة كريمة أشكركم عليها وهذه بيتكم إن شاء الله مرحبا مرحبا أهل مرحبا تتفضل يا أخي أهم سؤال قبل أن ندخل البيت ما شاء الله بيت أندلسي أنت لك علاقة بالأندلسي هي تطوان كلها أندلسية هي مدينة جل سكانها من أندلس وعائلتين لها جذور أندلسية جذور أندلسية قريمة قديمة جدا تقيا مجيها من وجهائي مدينة تقوان عجبت برعيه وعقله رجل قاضي الحقيقة من الفضلاء الكرام وقلت بدلا أنا أزعجكم في الكلام وكل يوم طالع عليكم ومتكلم عن عادات البلاد وعفسنا الدنيا وضع حذر بالعادات التقاليم مرة نفطة يمين ومرة شمال لا يحسنوا الكلام عن البلد إلا أهلا ثم عندما نحن في زيادة عن الجديد شدي عمر أشعاش سنسأله عن اللباس في المغرب طبعا كل إنسان يحب أن يلبس لباسه لأنه يعبر عن هويته اليوم إخواننا في المغرب شدي عمر كثير منهم صار يلبس لباس الجديد وأنت ما شاء الله في الغالب مراكا محتفظا بلباسك الكريم وصراحة يعطي جمالة خلنا نبدأ من الرأس وأنت رأس في كل شيء إن شاء الله إن شاء الله شكرا شكرا هذا اللي أنت لابسه الآن لما ذهبت إلى تونس يسمونها الشاشية مأخوذة من بلاد الأندلس لابسه من طربوش 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 وهناك طربوش دائل وهو المتداول عادة ثم هناك طربوش من هذا النوع نفس اللي أنا نفسه تقريبا وأضم أول من استعماله هو محمد الخامس محمد الخامس كان له طربوش مثل هذا ولكن بلون أبيض أو يعني مفتوح يعني لونه بمحمد أحمر محمد الخامس كان يلبس هذا النوع من طربوش يعني على علمي يعني هو أول ما سهدته أنه يلبس هذا النوع من طربوش وكان لونه دائما يكون لون يعني لون مشتوح الآن أنا شو اقضعوا وجهاء وحتى المنوب هذا يلبسون طربوش مختلف عادي يعني عادي عادي لدائم لزارف الدائم لأحمر دائم هذا كان طربوش متداول معروف ولكن قبل هذه الفترة كانت طرق أخرى كانت العمامة خلال جولتي في بعض الأسواق التي كنت أزورها كنت أرى اختلافا كبيرا في تلك الأسواق فيتضمن سوق الملابس كل ما يلبس فالأقنشة تحاك ثم تخاط أو يتم تشكيلها إلى ملابس بطرق أخرى جمال مدينة فاس في جامع القيروان الذي يكون في وسطها وما حوله من الأسواق وميزة الأسواق المحيطة بجامع القيروان أن كل بضاعة يوجد فيها ما يتعلق بها فالنحاس لوحدها واللباس لوحدها والبلغة لوحدها بلغة هذا حذاء المحلي في قوله تعالى نعم بقرة صفراء وفاقع لونها تسر الناظرين روي على ابن عباس ويروان علي رضي الله عنه قال حببتني على الصفراء منذ قرأت هذه الآية صفراء تسر الناظرين فعلا يقولون أن البلغة لا بد أن تكون صفراء أو صفراء أو بيضاء لا الأصلية الجيدة حcarية صفراء زونية ملكة حتى الأسماء، هذه من أين مثلا الصفراء هذه من أين من هنا من دباغة يعني من دباغة فاس أذا كنتي من القرنا من كي يدباح الجلد تيت lain ما الفرق بين البيضاء والصفراء بين البيضاء والصفراء بين هذا وهديقد دباغة ،بلدية بلدية الدباغة. البلغة خمسة عشر دينار اغلى اغلى بلغة خمسة عشر دينار يا بلاشinated وتلمسونا أيضاً البلغة 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 يعني بين 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 البلغة هذه لا شكل غريب عندهم تلمسونا في كل مكان على العمول يدها القديمة قديمة ما كانت يدها الصيف وشكاة كانوا إلا نوع السامر فقط هنا البلغة ونحن نوع أبيض ونقصر محاولة لمجارات العادات والتقاليد في بعض البلاد التي كنت أزورها كنت أحياناً أحب أن ألبس لباس أهل ذلك المجتمع للتكلم عن هذا اللباس من ناحية ومسايرة لهذا المجتمع من ناحية أخرى اللباس السوداني اليوم يعد لباساً عربياً بامتياز سواء كانت الألبس الظاهرة اللي يلبسه الرجل السوداني رجل السوداني الآن كبير السن دائماً إذا خرج يلبس هذه العمامة وعمامة طويلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور يعني أن يتغير إيماني كالعمامة المكورة تصير محورة يعني مزدلة ويلبس الرجل السوداني الثوب أو الجلباب ويلبس أشياء أنا أعرف لو الآن دخلت في تفاصيلها سأخطأ فيها شيء يسمونه على الله هذا شيء يلبس في الداخل وشيء يسمونه عراريك والطاقية التي نلبسها عادة حتى المعاريس عندهم لهم لباس خاص فعلاً لون عرس هذا هذا اللون لون عرس يدخل البهجة مع أن أنا ما أحب اللون الأحمر أحب اللون الأخضر لكن عموماً الزي السوداني يبقى زياً مناسباً كبار السن الآن من السودانيين في الغالب لا يخرجون في المناسبات إلا إذا لبس العمامة مع الجلباب ويلبس أحياناً الصدرية ويحمل معه العصى وكل هذا دلالة على جاه وقدره في البدء ارتبطت الحاجة إلى الملبس بالحاجة إلى الوقاية من الأحوال الجوية كالبرد والحر فتطور اللباس من مجرد جلود الحيوانات وصوفها وفرائها وريشها إلى ملابس يحيكها ويتفنن في خياطتها العديد من الماهرين والحاكة وكان للثورة الصناعية أثر كبير في تطورها وتنوعها ثوب الموريتاني لابد أن يكون بعشرة أمتار بالنسبة للرجل يسمونه الدراعة والدراعة نحن كلمة نطلقها على ثياب النساء هم يطلقونها على ثوب الرجل ويكون مقاسها عشرة أمتار لكن يجد الإنسان صعوبة ومشقة في لبسها وتهريكها ما أدل الصعوبة عند الموريتانيين ولا عندي أنا بس في التنقل يعني ما شاء الله من اليوم أنا بس عابل فيها ثوب المرأة يختلف ثوب المرأة يسمونه ملحفة وأقل من الرجل الرجل عشرة أمتار والمرأة خمسة أمتار عموما يبقى الثوب الموريتاني يشكل هوية عند كثير من الناس وما زال سائدا في كثير المجتمعات مع أننا مصورين لابسين اللبس الفرنجي لكن كثير من الشعب الموريتاني يلبسون هذه الثياب طيب بالنسبة للنساء، النساء ماذا يلبسون؟ النساء قبل كان له لباس طغير ما شاء الله لباس جميل وإنما قبل كان نساء أخر يعني كان على العموم كان يسمى حيك 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 كان هناك أشياء مثل تسميه هذا الدفين والطفطان وأشياء من الأشياء هذه أنا أريد أن أوجه رسالة أن اللباسة كاللغة تماما يعكس مظهرك وهويتك فاحرص على هويتك الإسلامية والعربية قدر المستطع بعد تنفيذ مئتي ساعة تلفزولية وثقت فيها الكثير من البلاد الإسلامية متجولا فيها أوجه الدعوة للقنوات والقطاعات الحكومية والأهلية والشركات المساهمة لرعاية هذه البرامج الثلاث دول الخليج آثار وأخبار في التعريف بدول الخليج في الجاهلية والإسلام البرنامج الثاني سحابة الخليج تمطر العالم في التعريف في العمل الخيري الخليجي في العالم والبرنامج الثالث آسيستان في التعريف بالحضارة الإسلامية في شرق آسيا وفي غربها الدعوة موجهة لكم جميعا بأفريقيا قد رأيتم حياة وبسمات حب ودمع سجاة وأعيونهم تستدر الدموع وما بعد قول العيون كلام دقيتم جمال الحياة هدى أخيب المقام وفيح الغمام لذا شعى نور الهدى واليقين وما خلفم describe المسلمون العيش butterfly وما خلف المسلمون العيش